بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الأسبوع الماضي أخذنا من أركان الإسلام الركن الأول وهو الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلواته ربي وسلامه عليه واليوم نأخذ إن شاء الله ما بقي من الأركان الإسلام ثم نأخذ بإذن الله تعالى الأركان الإيمان قال رحمه الله تعالى ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمر إلا ليعبد الله وخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين قيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ذكر هنا الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد في هذه الآية الكريمة لابد نعلم بأن تعريفات تعريف الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك الصلاة هي تعبد لله بأفعال وأقوال مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وهي عمود الدين وقد فرضت من الله مباشرة على نبيه صلى الله عليه وسلم وذلك حين عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء وجاحده كافر بإجماع الأمة الذي يجحد الصلاة وجوب الصلاة كافر والمتكاسل في خلاف قوي بينهل العلم والذي يترجح يعني حتى لا يفتح باب للناس بأن يذكر آياته لحديث لا يفسر للعوام الناس إذا قلت للناس بأن الصلاة فيها خلاف يقول طيب أنا أخذ قول الذي لا يكفر وهذا الذي ما حصل حينما ذكر قول الشيخ الألبان لما ذكر والناس أخذه قول الشيخ الألبان رحمة الله عليه طبعا العوام بين الطلاب العلم لا بد أن نذكر الخلاف لكن بين العوام لا نذكر الخلاف نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فإنت وأقام الصلاة وأتو الزكاة في إخوانكم في الدين يعني نقول بأن الذي لا يصلي ليس بإخوانك في الدين والنبي والله عز وجل يقول فسلك فخلف من بعد مخالف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيه كذلك قوله تعالى ما سلككم فيه سقر قالوا لم نكن من المصنف سقر اسم من أسماء جهنم وإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهد بيننا وبينما الصلاة فمن ترك فقد كفر هذه الآيات والحديث نذكرها للناس طبعا بعض العلماء يقولون وهذا حق يعني يقولون بأن أصلا في أهد النبي صلى الله عليه وسلم تكلّم افتراضي لأن فقهاء أحيانا يذكرون شيء افتراضي لو حصل وإلا الأصل حتى المنافقين كانوا يصالهم في أحد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه قال أثقل الصلاة على الرجل على المنافقين عفوا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الشاي وصلاة الصبح فحتى المنافقين كانوا صح حتى في قوله تعالى قاموا كسالة بعض من قلوم ما يصلون كانوا في المساجد يصلون في البيت فهذه من صفات المنافقين أما ترك الصلاة لك ما كانوا توجد حتى أحد يعني يعني يذكر بأنه قد ترك الصلاة وإنما ذكروا فقهاء افتراضي يعني قوله بحنيفة الذي ذرك الصلاة مثلا مثلا يقول يضع السيف على رقبته وقال له إما نقتلك إما الصلاة تصلي إذا صلى تركناه ثلاثة أيام وإذا ما صلى بعد ثلاثة أيام يضرب عنقه حدا يعني هذا افتراض ما كان موجود هذا الأمر بينه ترك الصلاة اليوم في عصر إنها ترك الصلاة حدث ولا حرج على كل حال حتى لا تنحرج أن تذكر الآيات الوحيد ولا تفسر ولا تبين حتى لا يأخذوا منك قول تساهل حتى ما ولذلك في بلاد الشام الشيخ الباني رحمة الله مع احترامي له وهو من مشايخي لما قال هذا الكلام والناس يعني طاروا بقوله وبدأوا يعني يتركون الصلاة صح هو بين للناس سنة وبين للناس بدعة لكن بعض بعض من حاقدين على الشيخ الباني رحمة الله عليه بدأوا يخرجون هذه الأخطاء ويردون عليه يقولون هو تسبب بهذا الأمر مع أن المسألة في خلاف على كل حال بين الطلاب الأم يذكر لكن بين العوام لا يذكر هذا الأمر حتى لا تنحرج أما الزكاة ركن معناها طبعا لغة هي النماء والتطهير يعني نماء بالماء وتطهير نفسك وتطهير مالك وهناك زكاة لبدان وهناك زكاة مالك تزكي قلبك من الغل والشرك والتكبر والحقد هذا زكاة القلب وأعمال القلوب الدنيئة وزكاة المال كما معلوم والزكاة لا تخرج الزكاة إلا بشرطين الشرط الأول بلوغ النصاب وشرط الثاني إذا حار عليه الحول والنصاب 85 جرام من الذهب و590 أو 595 جرام من الفضة طبعا اليوم الناس لا يبيعون ولا يشترون بالذهب والفضة يقوم مع مقامهما الريال والليرة والدولار والدرهم ليس هناك وقت حتى نذكر فقه الزكاة لكن مثل ما قلنا شرط الأول بلوغ النصاب والشرط الثاني يكون إذا حال عليه الحول إذا لم يحل عليه حول ولم يبغ النصاب لا زكاة طبعا الزكاة لا يوجد زكاة في الخضروات ولا فواكه وإنما الزكاة في أربعة أشياء في بهيمة الذهب والفضة هما يقوم مقامهما قديما كانوا يبتاعون بالذهب والفضة والأمر الثاني بهيمة الأنعام وهو الإبل والبقر والغنم والزكاة عروض التجارة كذلك إذا إنسان عنده سيارات وكذلك لا بد يسكي كل سنة وكذلك الزكاة في الحبوب والثمار هذه الأمور لا يجب إخراج الزكاة منها وهذا ليس تفضلا من المزكي وإنما هذا واجب عليه ويعطي لأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة إنما الصدقات وإيه زكاته للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله هذه الزكاة تُعطى لهذه الأصناف الثمانية فقط لا غير ثم ذكر هنا الركن الرابع الصيام الصيام لغة الإمساك وشرعا هو التعبد لله بالإمساك من المفطرات من المفطرات مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والصيام طبعاً مفطراتكم الأكل والشرب والجماعة والصيام من أفضل أنواع العبادات لماذا؟ لاجتماع أنواع الصبر الثلاثة فيه من صبر على طاعة الله صبر عن معصية الله والصبر على الأقدار الله المؤلمة ومن عظيم شأنه أن الله سبحانه وتعالى نسب إلى نفسه جزاء إلا جزاء الصيام قال إلا الصوم فإنه لي كما في حديث القدس أنا أجزي به هو تولى جزاءه الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا في هذه الآية كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام فرض عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم من قبلنا هم اليهود والنصارى وتلاعبوا في الصيام قالوا نصون في الشتاء ونزيد عشر أيام كما جاء أثار عن بعض السلف فكانوا يزيدون حتى من ثلاثين وعوصلوا إلى خمسين يوم يعني وملك من الملوك مرض وقالوا إذا تحسن نزيد لما تحسن زادوا خمسة وأكد يتلاعبوا فالله ينبه بأننا فرض لا يجز لنا أن نتلاعب في الصيام طيب الصيام فرض فرض وشهر في السنة والباقي الصيام كلها سنة إلا طبعا صيام النذر نذر يكون واجب بينما اثنين الخميس وأيام البيض ويوم عرفة وستة من الشوال وعاشرة هذه كلها تأسوة عشر كلها مستحبة الصيام لكن مستحبة لا نترك أهل السنة والجماعة لا يتركن حتى المستحبات لماذا نسبنا إلى السنة لأن نعمل به نعمل بها أهل السنة يعني نحن أهلنا فلابد أن أهل أن يعملون بهذه السنة وذليل حج قال ولله على الناس يعني فرض على الناس حج البيت حج البيت لا الحرام طبعا الحج هو القصد قصد لغة وشرعا هو التعبد لله بأداء المناسك وفق ما جاء في سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهو فرض على كل مسلم في العمر مرة واحدة طبعا الحج تفصيلها جاءت هذه العبادات كلها في السنة فمثلا الصلاة قال صلى الله عليه وسلم كما من حديث به رأي في الصحي البخاري قال صلوا كما رأيتموني أصلي وأما الزكاة قد قاتل أبا بكر مانع الزكاة الذي يمتنع من الزكاة يقاتله ولي الأمر طبعا هذا على ولي الأمر فالزكاة والصيام قد فرض الله عز وجل الصوم والنبي صلى الله عليه وسلم قد صام والحج قال أخذ عني مناسككم أي المناسك جمع منسك وهو العبادة العبادة فلابد أن نأخذ من من النبي صلى الله عليه وسلم لأن القرآن وحده وحده لا نستطيع أن نفهمها لابد لأن السنة هي التي تبين كلام كلام الله عز وجل مفسرا للقرآن المرتبة هذه مرتبة الأولى أخذناها أما المرتبة الثانية المرتبة الثانية ذكر هنا رحمه الله تعالى قال الإيمان قال وهو بضع وسبعون شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله وعدنا إماطة أذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ثم قال وأركانه ستة يعني أركان الإيمان ستة ذكر هنا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان ستة قوله تعالى ذكر هنا ليس البر أن تول وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هنا ذكر خمسة أركان ثم أردف دليل القدر قال ودليل القدر شيطان قد آمن يعني صدق بالله عز وجل لكن ما قبل أمر الله عز وجل القبول مهمة جدا ولذلك يعني لو زدت بالتصديق والقبول أو إقرار والقبول قبول لغة هذا أما شرعا عند أهل السنة والجماعة الإيمان قول بلسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان ويزيد بالطاعة وعمل بالجوارح والأركان أي بالقلب يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فالإيمان فالإيمان شرعا لا بد فيه خمسة أمور من خمسة أمور إذا اختل واحد منها خرج عن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة ما الدليل على هذه خمسة أمور قد ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى حديث فيها هذه كلها قال صلى الله عليه وسلم فأعلاها لما ذكر الحديث الحياء من الإيمان وبضع وتستبعون شعبا قال فعلى قول لا إله إلا هذا دليل على القول بأن الإنسان يؤمن يقول أنا مؤمن الحمد لله أنا مؤمن بالله وباليوم الآخر وأدناها إماطة أذى عن الطريق وهذا عمل بالجوارح لأننا قلنا قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب أو الجنان يزيد بالطاع وينقص بالمعصية أما الحياة قال ويحياه هذا عمل قلب عمل القلب ثم يزيد بالطاع وينقص بالمعصية قوله تعالى أيكم زادة هذه إيمان هذا دليل على أن الإيمان يزيد وإذا كان يزيد لابد أن ينقص وقد جاء نقصان الدين مصرحا به في قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيتم من ناقصات عقل ودين فالدين هنا ينقص بماذا يقول لأن المرء إذا جاءت ناقصات عقل يعني المقصود عاطفيات هذا ناقصات عقل أما الدين لأن إذا جاءت للمرأة الدورة الشهرية فما تصلي ولا تصن فهذا المقصود ناقصات عقل عرفنا عاطفيات والدين ناقص الدين هو عدم موجود صلي إذا نقص الدين ثم إذا صلت عاد إلى زيادة الإيمان ليزداد إيمانا مع إيمانهم فعند أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص عند الكرامية قوم يقولون الإيمان باللسان الذي يقول أنا مؤمن باللسان خلاص معرفة الإيمان معرفة وعند المرجئة مرجئة والمرجئة طائفتين الطائفة الأولى مر يقولون الإيمان هو إقرار في القلب فقط فقط في القلب محلها قلب الجوارح ما لعلقة لو صلى وما صلى هو مؤمن إيمان كامل وعند فقهاء المرجئة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب لكن يرجئون أن يؤخرون العمل عن الإيمان فقهاء المرجئ وهم أتباع أبي حنيفة وغيرهم رحمة الله عليهم كانوا عندهم هذه مشكلات فإذن هذا بالنسبة الإيمان تعريفة ولغة واصطلاحة وأركان الإيمان كما ذكرنا وذكر الشيخ الإيمان بالله الإيمان بالملكة الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر الخير والشر الرージن يستلزم هناك أمور يستلزم أمور هذه الأركان الأمر الأول أن يستلزم الإيمان بوجود الله الإيمان بوجود لما تقول أنا مؤمن بله يعني بوجود الله وإيمان بالوجود الله يستلزم يتضمن أربعة أمور أو يستلزم أربعة أمور كيف أنا يعرف إيمان بوجود الله طريقة إيمان بوجود الله بأربعة طرق ذكرنا أعضا في محاضرة السابقة بالعقل وبالحس وبالفطرة وبالشرع العقل مثلا العقل يستحيل أن يتصور أن يتصور وجود مخلوق مخلوق بلا خالق يعني مستحيل يعني العقل الصحيح طبعا يتصور هناك مخلوقات هذه مخلوقات من غير خالق كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فلا بد هناك وجود الخالق الأمر الثاني بالحس الحس تكون في كرب وشدة ترفع يديك إلى السماء وتقول يا رب يا رب تجد هذا الكرب يرتفع بإذن الله سبحانه وتعالى وكما النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في خطوة الجمعة يرفع يديك ويستسقي وينزل الله عز وجل السماء مدرارا وأيضا يعرف بالفطرة طريق الثالث بالفطرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صحى في الصحيحين قال كل مولود يولد على الفطرة فأباوه يهوذانه أو ينصرانه أو يمجسانه ففطرة فطرة الإنسان بأن مولود على الإسلام والفطرة معناها الإسلام وأيضا عن طريق الشرع ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ما من آية في كتاب الله إلا وفيها دليل على التوحيد فيها دليل على التوحيد وكذلك الإيمان لا يصح إيمان العبد حتى يكون مؤمن بوجود الله وبتوحيد ربوبيته وبالتوحيد والإيمان وبتوحيد بربوبيته والإيمان بالتوحيد الأولوهية وكذلك الإيمان وتوحيد الأسماء والصفات هذا لا بد منها الركن الأركان الإيمان هذه أركان الركن الأول وهو الإيمان بالله بينما إيمان بالملائكة إيمان بالله أما الملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يطيعون الله ولا يعصونه ما أمرهم لهم أرواحا وروح القدس كما قال الله عز وجل ولهم أتساد كذلك أتسادهم لكن ليس كأتساد البشر من نور قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحتهم أثنى وثناثة وربع يزيد في الخلق ما يشاء فلهم أجنح بعضهم جناحين جناحين أو ثلاثة أو أربع وبعضهم أكثر ذلك كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نادوا جبريل عاسل رأاه في صورة الحقيقة قال رأيت له ستمائة جنح وقد سد الأفق ولهم عقول كذلك الملائكة عقول وقلوب كما قال تعالى حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم يعني فز عن قلوبهم لكن ليس لهم شهوات كذلك نؤمن بهم وبما أعلمنا الله عز وجل من أسماء بعضهم يعني كجبريل ومكائل وإسرافيل ولهم صفات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون وما يؤمرون كذلك لهم أعمال وضائف وأعمال مثل حملة العرش وكذلك جبريل عليه السلام مؤكل بماذا بالوحي ومكائل مؤكل بماذا بالمطر وإسرافه بالصور وملك الموت لقبض الأرواح وهناك منكر ونكير يسألون في اختبار القبر فتنة القبر وكذلك الذي يكتب عن يمين وعن الشمال قعيد يكتبون الحسنات والسياد المهم نحن نؤمن بهذه الملائكة بهذا المخلوق ولهم أعمال وصفات وأسماء بعضهم الركن الثالث يجب علينا أيضا أن نؤمن الإمام بالكتب يجب أن نؤمن بأنها كلام الله حقيقة لا مجازا وأنها منزلة لا مخلوقة الله عز وجل لم يخلق الكتب وأن الله أنزل مع كل رسول كتابا ونؤمن بها وبما أخبرنا الله من أسمائها وأخبارها وأحكامها إجمالا وتفصيلا ما لم تنسخ ونؤمن بأن القرآن ناسخ لجميع ما قبله من الكتب وهي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام كذلك طبعا القرآن يعني كما قلنا مهيما مهيما على جميع الكتب وناسخا لجميع الكتب لأن حرف التوراة والإنجيل قد حرف ف ولا يجوز سب التوراة والإنجيل حتى لو حرف لأننا لا نعرف كلام أيهم كلام الله وإيهم كلام البشر أي محرف كذلك نؤمن بالإيمان بالرسل يجب أن نؤمن بأنهم بشر لا ينفعون ولا يضرون ليس له من خصائص الربوية ليس له من خصائص الرسل ليس له من خصائص الربوية بشيء وأنهم عبيد لا يعبد وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده نؤمن بهم وبما أعلمنا الله من أسمائهم بعضهم ما نعرف من أسمائهم وصفاتهم كذلك وأخبارهم وإجمالا وتفصيلا وأن أول الأنبياء آدم عليه السلام وأول رسل نوح عليه السلام وخاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأن شرائع السابقة كلها منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأن هناك أولو العزم خمسة ذكروا في سورتي الشورى والأحزاب وهم محمد صلى الله عليه وسلم ونوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام كذلك الإيمان باليوم الآخر إيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما مما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر النفخ في الصور وقيام الناس من قبورهم والموازين والصحف والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة كذلك وغيرها من الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن كذلك نؤمن بالقدر خيره وشره يجب يتضمن هذا الركن أي إيمان بالقدر أربعة أمور العلم والكتابة والمشيئة والخلق ما المقصود بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق العلم يعني الإيمان بأنه سبحانه وتعالى علم كل شيء جملة وتفصيل ماذا يحصل لنا إلى أن تقوم الساعة وكذلك الإيمان بالكتابة الإيمان بأن الله عز وقد كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة وكذلك المشيئة الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يكن وأن للعبد مشيئة كما عند أهل السنة والجماعة لكنها داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وما تشاء هنا إلا أن يشاء الله وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى فأثبت الله عز وجل رمي للنبي صلى الله عليه وسلم وأثبت لنفسه إذا كذلك رمي لنفسه خلافا للمن للجبرية والقادرية القادرية يثبتون ما شئت لأنفسهم ولا يثبتون لله عز وجل بل يقولون أن الله عز وجل لا يعلم بعد حدوث لا يعلم عن شيء إلا بعد حدوثه ينسبون إلى الله عز وجل الجال والعياذ بالله وكذلك يرون يقولون أن الله عز وجل ليس له مشيئة فينا نحن نخلق مشيئتنا فالله عز وجل لم يخلق مشيئتنا أما الجبري الجبري يقولون لا نحن نخلق المشيئة عكس الخذرية نحن عفوا الخذرية يقولون نحن نخلق المشيئة والجبري يقول نحن ليس لنا مشيئة عكس القدرية فمثل ريشة في هبة الريح يعني أعمالنا وأفعالنا سواء طاعة أو معصية كلها مشيئة الله عز وجل يعني لو عصينا هذا بمشيئة الله نحن ليس لنا مشيئة ولا اختيار فهؤلاء قالوا مجبورون حتى إذا وقع حدهم في الزنا أو خصير يقول أنا مجبور أنا ما عندي إيراد حتى أمتنع من ذلك فيقولون بأن الله عز وجل هو الذي هي أهلي هذا الأمر سواء طاعة أو معصية أهل السنة والجماعة يقول لا الله عز وجل له مشيئة والإنسان له أو مخلوق له مشيئة ولكن مشيئة المخلوق تحت مشيئة الله أنت عندك إيرادة تأكل وتشرب تتحرك وتذهب فتستطيع تنام تستطيع أن تتقلب لك مشيئة وما تشاءنا إلا أن يشاء الله كذلك الإيمان بالخلق الإيمان بأن العبد مخلوق وهو وأعماله كذلك سائر الكائنات مخلوق الله عز وجل يقول الله خالقه كل شيء فالله عز وجل خلقنا وأعمالنا كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون هذه المراتب الأربعة يجب علينا أن نحفظها ونعي معناها حتى وهذا النظر لكن لما نأتي بالعمل هو والعمل هي الأساس والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أليم وصحبه أجمعين